لم تمر أزمة على المسرح العربي كالتي يمر بها الآن فحتى في الفترة التي سبقت الكورونا عانت المسارح العربية في البلاد من شح الموارد والميزانيات وعلى الرغم من تمسك أصحاب المسارح والفنانين من مواصلة عملهم وإمتاع الجمهور إلا أن الكورونا حالت بين ذلك وضع المسارح هو كثير عاطل سيء جدا مرقنا في الظروف من 13 أضار السنة اللي مرقت صعبة جدا تسكرت المسارح، تسكرت الثقافي مقدرناش نمارس حقوقنا في ممارسة مهنتنا الإشي كتير كان صعب والحل الوحيد يعني الكورونا بتنتي على الآخر ومننسى بتصير من وراء ظهرنا يعني بدنا نتعايش مع الموضوع بس طبعا بدنا في عالم جديد في رؤية جديدة في تغيير بكل المبنى المسرحي والفني والثقافي وللأسف الشديد هاي أزمة احنا ما كانش حدا متوقع على البال ولا على الخاطر انه نحرم من ممارسة الثقافي والفن وأسمى ما يكون في عي الدنيا تسببت جائحة كورونا بضرر معنوي ونفسي حيث تعطلت أعمال الفن بكافة أشكاله مما دفع المسرحيون للبحث عن طرق توصلهم لجمهورهم وتمكنهم من الاستمرار في مهنتهم قد تحتاج المسارح العربية سنة أو سنتين للنهوض من جديد فقد تكبدت خسائر مادية فادحة بعد عام متواصل من الانقطاع الميزانيات اللي تقدم للمسارح العربية هي ميزانيات محدودة هي مش ميزانيات كبيرة وباعتقادي أنه في محلة إضافة بسنة بعد سنت الكورونا لازم يكون فيه زخم أكبر لازم يكون ضخم وارد أكبر عشان تقدر المسارح والمؤسسات الثقافية ترجع لسابق نشاطها أنه تقدر تقدم لمجتمعنا ما هو أجمل وما هو مفيد بالذات أنه اليوم مجتمعنا مرك تغيير نوعي في كل ما يتعلق في الكورونا وفي كل المركبات تبعته وفي كل الإسقاطات تبع الكورونا فبتوقع أنه إحنا أو مش بتوقع أنا بطالب المسؤولين في جميع الوزرات وبالذات وزارة الثقافية والرياضة أنه يضخوا موارد أكبر تطالب الحكومة المسارح بالالتزام بقانون الشارة الخضراء ووجود مدخلين في كل مسرح مع الحرص على عدم وجود أكثر من خمسين شخصا في القاعة ومنع إعطاء استراحة أثناء العرض لمنع تجمهر المواطنين والحفاظ على التباعد الاجتماعي حيث يتطلب الأمر دعما حكوميا تفتقر له المسارح العربية وبشكل خاص في أزمة الكورونا هذا هو اللي عم بيصير معانا بالكورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر